وعنده معتز وعماد بقولك ايه معتز البنات دي صعبان علي قوي انا بقول يعني كفاية عليهم بهدالة كده ولا ايه ولا يا عمدة ايه القلب الحنين ده لا البيت اللي اسمها صار دي انا عاوزها تتقدب اكتر ايوة بس يعني صحبتها صندو الزيمال هالزنب لا برضو من صحبتها خليها تستحمل بقى وبعدين هم اتأخروا كده ليه الساعة بقت عشرة يمكن يعني اخدين اجازة النهاردة طب انا بقى اكلم مدير الحسابات يخصم منهم اسبوع ويعمل لهم لفت نظر يا عم مش كتير شوية لا مش كتير ويلا بيناع الاجتماع طويل العمر ابو نواس هيحضر الاجتماع النهاردة معنا لايف وبعد وقت في غرفة الاجتماعات انا مبسوط منكم الفترة اللي كنت مسافر فيها الشركة الارباح بتاعتها زادت الفضل كله بتوجيهاتك احنا ما نعرفش نعمل اي حاجة من غيرك انا كلمتوا مدير الحسابات يصرف لكم شيك بمليون جنيه معتز ووقف وكان بيتنطط من الفرحة وبعدين حس بالاحراج من الموظفين احنا ما بنعملش غير اللي علينا فرحته ما كملتش لان سوكا دخلت بزعاببها ووقفت قدام معتز بقولك يا جدع انت انا بقدم استقالتي مفهوم واو مين هالصبية الحلوة دي دي الانسة سارة موظفة جديدة معنا انت عبيطة ازاي تدخلي علينا كده ليه يعني ان شاء الله هو انتوا كنتوا بتستحموا ولا حاجة ما انتوا بهدومك هو ومعتز بغيز اطلعي برة اطلعي برة بقول وعملي حسابك مخصوم منك اسبوع برة يمي 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 خف تقوي اخسم الشهر كله لو عايز انا اصلا بقدم استقالتي عماد قرب من سندوس اللي كانت وقفت اتفرج سندوس خذي سارة واستنوني في مكتبي سندوس اخدت سوكا بالعافية وطلعوا برة وبعد وقت كان معتز واقف قصادهم هما الاتنين ومتعصب جدا اللي انت عملتي ده مش هعدي بالسهل مفهوم بقولك اي يا ستا انا جاي اقولك فاركش وخلاص انا مش هغالة معاكو تاني سامع مهم تمام والشرط بقى الجزائي المليون جنيه اهم اتفضل وسوكا طلعت شنطة ودتها لعماد وكلهم كانوا مستغربين ومعتز قال هم بتانتي انت سرقتي من عشان تجيبي الفلوس دي ملك يا اخويا بقولك ايه انا مش حرمية الفلوس دي بتاعتي اصل طلع لي عم مليونير ومات وورسته فيها حاجة دي عماد فتح الشنطة واتفاجئ لما لقى الشنطة كلها ورق ابيض وثوكا يا لهوي يخرب بيتك يشامشون الكلب او يا نصب يا ابن النصابة احمل ايه دلوقتي وبعد وقت عند سوكا السندوس امسحي امسحي يا اختي امسحي عجبة اللي عملتي هنا ده وانا يعني كنتharف من اين انتزفت شامشون ده طلع نصب يا بيتي يا غبيا انت ده عفريد حد ياخد على كلام العفريد ايه الغبق ده أهل حصل بقى المهم أنا متغزة من اللي اسمه معتز ده ده زحق لي قدام الموظفين أحسن تستهلي ماتي اللي بدأتي سوكا كانت قاعدة وحطة رجلي على رجل وكانت بتغني الغازالة رايقة والناس الحق ولاي شامشون نضب بضمير وشامشون اتعصب ورمى الفوطة من إيده مش هينفع البهدلة اللي أنا فيها دي سمعي ست سوكا أنا عفريت ابن حرام برضو الله اهو انت قلت ابن حرام اشتغل وانت ساكت وجات سندس يا لهوي انت جايبا معاك الشغل طب فريدي حد شايفه عادي أنا قلت استفاد منه بدل ما هو قاعد كده لا شغلة ولا مش غلة بقولك يا شامشون روحني البيت أنا رجلي وجعاني ومش قادر امشي وشامشون اتعصب تاني لا بقى أنا مش مكمل أنا خلاص زهقت منكم ايه العرف ده وسوكا قامت وقربت منه ومسكته من قفاه ولا يا عفريت الكلب انت بقولك ايه أنا ممكن احراج دلوقتي بص انت مفيش طلب واحد طلبته منك وعرفت تتنفزه يا فاشل يو بقى ليه الشتيمة ما أنا لسه عفريت مبتدق بس مصير يعني اتعلم بلا واكسة وانت جاي بقى تتعلم فينا ده الحظ المنايل ده نروح بقى في بيت سوكا سوكا وحنان ما كانوش عارفين يعودوا من صوت الدوشة لا بقى ده ما بقاش بيت ده بقى كباريه والله يا ماما انا مسكة نفسي ومش عايزة نزلهم وعمل حساب ليكي قولي الحاج ابويا بيت يا سوكا تعالي ورايا اوبا ايوة كده العب الستة حنام بنفسها هتتعارك وبعد شوية في الدور اللي تحت ده رأيه يا جيرة منيلا بستين نيلا ما تلموا نفسوكو شوية الله ايوة بقى يا حنون يا جامد خليها تتوب وردت عليها لوسي في ايه يا ستة حنان احنا عملنا لك حاجة الله عملكم اسود مطيم بهباب احنا مش عارفين ننام منكم صدعتونا الله ولوسي وبكل برود عادي طب ما تغذي اسبرين وانا مالي وسوكا مسكت لوسي من شعرها ده رأيه يا ولية اللي شبه عضة الكلب انتي انتي بتتريعها على امي ولا ايه المعركة بدأت وكله كان بيدرف في بعضه والزياد خرج من الشقة ايه ده سوكا وماما ايه تبتعملوا ايه هنا ولا يا زياد يخرب بيتك انت ايه اللي جابك هنا يا لهوي فيها ماما فيه ايه انا بصهر كل يوم هنا ده حتى بابا كمان جوه تعالوا تعالوا وحنان بغيز كده يا محسن طب يمين بالله ما نسعبك هو فين الوطي ده ومحسن يا لهوي خبوني خبوني دي جاي علي تعال لي يا خروفي العيد تعالي هنا منك لله يا زياد الكلب انا انا كنت جاي يعني عشان اخد زياد انا عمري ما بص الوحدة تانية هاي حنون هاي ايه ايه دي لا اماما ما تصدقهوش هو واصل اللي جي الاول وشاف الرأسة من اولها وانا بقى جيت متاخر وبعد وقت محسن كان قاعد ومسك عينه اه اه يا هاني طبت والله يا حنان طبت حنون كفاية انا خليك تتوب اكتر يا بعنين زيغة صبرك علي انا يا حنان ابص لغيرك طب ان شاء الله انتصف نظري اه اه يا لهوي عياني اه احسن تستاهل انا بقى ما بقاش حنان بنت شوقية لو ما طفشش الناس العرة دول من هنا ومحسن وبسوط وطي يا دنيلة يا خسارة ما شفتش اخر فكرة بتقول حاجة يا بوسوكا ها لا انا يعني كنت بقول اه اه انا عرفت دلوقتي سوكا طلع المين وسوكا وشامشون كانوا وقفين في الشارع شامشون الكلب شايف الجدع اللي هناك ده اللي لابس سود اه شايفه ده لوني المفضل المهم عاوزك تستخبف عربيته واول ما يجي يمشي تزهله ويتجيب له سرع مفهوم حاضر حاضر يا ابلا سوكا شامشون اوعى تيجي جنب الودي الحليوة ابو قميس ابيض ده اوكي وشامشون احتار وقال ايه ده انا كده اتلعبط قوليلي بقى اعمل ايه ايه ده انت غبي يالا قولي ايه اه اه يا دماغي انا حاسة اني هتشل الحق يا سوكا ده مش بالعربية ولا يا شامشون اجري بسرعة يلا حصله يخرب بيتك وبعد شوية شامشون كان قاعده بيعيط وماسك رجله يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا حظك المنايل بستين يلاقي سوكا وانا اللي قلت ان خلاص العفريت ظهر وهيحل مشاكلي يخرب بيتك عفريت موكوس بزمتك ده عفريت ده ده اخر عيل فاشل ساقت في ابتدائي اعمل ايه يعني ما انا كنت باجري وراه والعربية دست على رجلي اه يا رجلي ياريتها كانت دست على رقابتك يا جبع كنا خلصنا منك ايه القرف ده وشامشون عيط اكتر انا انا عايز امي روحوني لامي مش عايزك يا ست سوكا ابحدي عني الله ما تروح يا عم هو حد ماسكك اسكوتي يا ست سندس انا تايه بقى لي اكتر من متين سنة واكسة وكسك يا بعيد متين سنة بتدور على امك يا هبل حنان كانت قاعدة وبتتفرج على التلفزيون وهي مبسوطة ولاقيت زياد جيب سرعة ماما اه ماما الحقييني البوليس جي تحت يلا احسن اهو البيت يندف من الجيلة المعفنة دي بس انا زعلان قوي اصل كده مش هشوف تنتلوسي تاني حنان هدفته بالريموت اوه ولا شافتك عقربة اخفي من وشي ها 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 ماجاش فيي على فكرة ويجي محسن خلاص بقى يا حنان روقي وما تزعلش مني لا يا محسن لا اه انا انا تعمل فيا كده ما كانش العشم يا محسن طب تصدقى بالله انا كنت داخل الشقة عشان اتكلم معاهم يلموا نفسهم شوية ده انا كنت بكلمهم في الدين حتى اسأل يعني زياد وزياد قرب من ابوه وقال بصوت واطي ايدك على خمسمية جنيه واسكت هم مية وقول اه لا اه خمسمية واقول انك صليت بيوم العصر جماعة ها ايه رأيك محسن طلع الفلوس واده لزياد ايوة ماما صدق ايه بابا كان بيكلمهم في الدين لدرجة انهم قاموا صلوا مع العصر جماعة حنان بصت لهم بشك وسكت نروح بقى عند شمشون انا جهان جهان قوي ده انت واكل لغاية دلوقتي حوالي اتنين كيلو سمك يخرب بيتك ايه ده ما هو السمك اللي بتجيبيه ده ما بيشبعش انا عايز لحمة او فراخ او ديكرومي ولا هو انت انفكر اني هصرف عليك ولا ايه انا من يوم ما شفت وشك وحياتي في النازل لا هي اصلا كانت نزل لوحدها مش انا السبب طب حيث كده بقى انت من طريق وانا من طريق اللي يحضر العفريت يصرفه وانا بصراحة مبسوط معاك ومش عايز امشي مشيت على بطنك حيط اي شيخ ويبعد يومين يخرب بيتك يا سوكا بلياتشو لابسة بلياتشو هموت ايه ده اسمك لعون يا جهلة وده بقى هتعملي بايه هتطلعي تشتغلي في اعياد الميلاد ولا هتلفي على البيوت لا يا اختي انا رايحة الحفلة اللي سراجع عاملها في الشركة ايوة بس احنا مش معزومين وهو مأكد علينا اننا ما نحضرش ايوة وعشان كده بقى انا متخفية بالكلاون يلا البسي بسرعة وحصاليني هستنكي برا سوكا خرجت ولقيت زياد بيلعب البلاي ستيشن زيزو حبيبي اخويا ابن امي وابويا زياد من غير ما بيبص لها انسي مش هروح اجيبلك حاجة يوه كده يعني يا زيزو ده انا كنت محتاجا لك ضروري قوي وكنت ناوية اديلك 200 جنيه وزياد لف وبص لها وقال ايه ده ايه ده ايه ده انت عاملة في نفسك كده ليه خرب بيتك سبوبة كده يلا بقى المهم انا عايزك تجي وتسقل العربية عشان مش عارفة تسقل اللبس ده لا بابا منبه ان محدش يركب عربيته من بعد اللي حصل اخر مرة يا غلص طب تعالى معايا وهديك 250 برضو لا واصلا انت نصابة طب يا رب بتخسر همم وصندس لبست والاتنين خرجوا وسوكا حاولت توقف تاكسي ومعرفتش وفي الاخر رجبة عربية ابوها بدي يا سوكا انت هتسوق ازاي وبعدين ابوكي هيعمل ايه ما تقلقيش انا خدت المفاتيح من ورا بابا وبعدين يعني احنا مش هنغيب دي ساعة واحدة وهنرجعها مكانها وبعد وقت في العربية يا لهوي يا لهوي الحقيني يا سوندس في ايه واقافي العربية بسرعة مش بتوقف يا اختي مش بتوقف ده بايله كده هيبقى مرار طافح يا بيت دي مفاش فرامل يخرب بيتك احنا دخلين على لجنة هايه شكلنا كده هنبت في الاسم النهار ده يا بيت يا سوندس منك لله منك لله يا سوكا اشوفكي يوم انا اقل LE خليني اسمع كلامك بس وفجأة العربية تخبطت في شجرة أحيه العربية بقت خردة أبويا هيشلوحني والزابط قرب منهم إيه ده بقى البطاق يا حلو انت وهو هو انتو شاربين حاجة يلا أحنا بنات على فكرة أوه ولابسين اللبس ده ليه أصلا آه احنا كنا رايحين مستشفة الأطفال بتاعت السرطان يا حرام ربنا يشفيهم آه فيه ولد هناك حالته خطيرة واحنا رايحين نفرحه والزابط بص لهم وقال باين عليك ولاد حلال وما تقصدوش اللي حصل مش كده أوه والله احنا كنا بنجري عشان نلحقه قبل يعني ما يموت قصدي يعني قبل ما يدخل العمليات طب يلا بينا انا هروح معاكم على المستشفى وسوكا وسندس بصوا البعض عجبك كده اهو تمسكنا يا فلحة ده مش بعيد بقى يديني أعدام يخرب بيتك والحد هنا خلص الجزء ده ويا ترى سوكا وسندس ناويين يعملوا ايه تاني وده اللي هنعرفه ان شاء الله في الجزء الجاي وما تنسوش لو عجبتكم القصة اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم اشعر بكل جديد بحبكم قوي مع السلامة